موسيقى 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 الله دولة تونس عندها في شهر 11 حدث هام جدا حدث هام جدا حدث ايجابي علشان الناس تبقى فاهمة الكلام صح حدث ايجابي بامر الله يعني هيكون غير مكتمل ولكن مع نهاية السنة هيكتمل بامر الله وهرجع افكر الناس بالكلام ده والعلم عند الله برضو تحياتي الاهل الاردن طيب بالنسبة برضو علشان ارجع واقول للناس توقعات بتاعتي للناس اللي كانت زي ما هي دولة السعودية دولة السعودية في فتح واغلاق فتح واغلاق في الفترة القادمة شهر 5 ممكن ما يكونش من احسن الشهور في دولة السعودية وتحياتي الاهل المملكة العربية السعودية ما يكونش احسن شهر من الشهور ولكن خلال الاشهر القادمة يمكن تعديل تام بعد شهر 5 وفي اخبار جيدة للسعودية بامر الله تعديل مسارات كانت مقفلة وهتفتح دولة الهند رغم ان انا عارف ان ما فيش ولا متابع من الهند ولكن عايز اقول لكم ان انا من فترة اتكلمت وممكن تقدروا ترجعوا تشوفوا الفيديوهات دي من فترة اتكلمت عن دولة الهند وتوقعت لها بتوقعات سيئة والعيازه بالله وشوفنا مشاهد احتراك جماعي للناس اللي ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الهند تقدر دلوقتي تدخل على جوجل على اليوتيوب تشوف اللي بيحصل بيحرقوا جسس كتيرة جدا والعيازه بالله من الهند توقعت ده في احدى فيديوهاتي الكلام ده يعني ماكملش عشر تيام مش بقول كده علشان الناس تعرف ان انا بعرف او لا خالص انا بقول الكلام ده علشان مصدقية الكلام الناس اللي بترجع وتكتبلي في التعليقات كاذب المنجمون ولو صدقوا ولو صادفوا اللي اتنين مش هتفرق بس برد على ده بان احنا بنقول العلم عند الله دلالات واشارات وعلم الحروف والارقام والحرف والرقم والخط بيقول كلمته ولكن الكلمة الاولى والاخيرة لربنا سبحانه وتعالى احنا بنقول مجرد توقعات تحصل او ما تحصلش ده في ادين ربنا ولكن ما توقعناه حدث في دولة الهند والعياذ بالله ربنا يعفو عنهم على اللي بيحصل حاليا في دولة الهند من الدول الخطرة اللي انا بتوقع لها والعياذ بالله دخول في موجة سيئة مش هقول تالتة ربعة تانية مش هسمي الموجة بالارقام ولكن هرجع اقول دولة بالترتيب دولة امريكا هتشوف في الفترة القادمة انهيارات كبيرة وكوارث كبيرة واعداد متزايدة جدا دولة فرنسا ومن الدول كمان الاوروبية هي دولة ايطاليا واسبانيا بعض الدول زي البرازيل بتوقع للبرازيل ممكن تقولوا ايه اللي بيخلي يقول الكلام ده ولكن انا بقول لكم اللي انا شايفوه علشان الناس برضو انا عارف ان ممكن يكون الناس ما يشغلهاش او لا يشغلها انها تسمح حاجة عن البرازيل ولكن بامر الله بامر الله ربنا يعفو عن كل الناس بعض الدول في منطقة جيدة زي دولة مصر الحمد لله مش عشان بلدي ولا انا بقول كده عشان اي غرض من الاغراض عارف برضو ممكن الناس دماغها تروح فين ولكن الناس اللي عارفاني كويس وامتبعاني عارفة طبعي وشخصيتي وعارفة انا بتكلم وقول ايه من الدول المحمية دولة الجزائر مصر بعض الدول كده من ناحية الفيروسات والامراض والعياذ بالله في عليها زي تحصين ومهما بيحصل فيها في ارتفاعات وانخفاضات وده رحمة من ربنا على كل الدول مش دولة مصر والجزائر بس بحيي كل المتابعين الناس اللي بتكتب لنا تعليقات ولسه مستمرين في بعض التوقعات وكلام كتير جدا 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 زي ما قلت وزي ما بقول مش عايز اقول اسامي المتابعين علشان منساش حد واقول حد تحياتي لكل المتابعين من كل الدول العربية العرب اللي موجودين في اوروبا وامريكا وكل البلاد يعني مش عايز اقول اسامي عشان الناس ما تزعلش ولكن في ناس كده زي استاذة رادية استاذ فواز السماك استاذة ام وديع استاذة منال حافز ومنال فرج وجوزها الاستاذ حازم ناس كتير جدا ناس كتير جدا 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 بشكركم على الدعم المستمر رمضان كريم وعام سعيد على كل الناس وما تلاقوش في فرج قريب بامر الله نحن نتمنى يحصل لكل الدول العربية وكل الشعوب وكل الناس اللي بقالها فترة في ضعف وديقة وخنقة ماديا ونفسيا والناس اللي مستنية انتقال بامر الله في اخبار جيدة جدا جدا الناس مستنية سفريات رغم انغلاق اغلاق المطارات الناس كتير عندها حزوز في الفترة القادمة وبرجع برضو وبنبه هذه توقعات وليس التنبؤات والعلم عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى احنا بنقول كده علشان الله هو اللي بيدي وبياخد هو الوحده اللي قادر يغير كل الاحوال بشكر كل الناس اللي وصلت لهذا الجزء من الفيديو لو شفت الفيديو من الاول والاخر اكتب لي في التعليقات عشان اعرف شفت الفيديو يا مازن من اول والاخر او شفت الفيديو من الاول للاخر بشكر كل المتابعين وكل عام وحضراتكم طيبين رمضان كريم وربنا يعود عليكم الايام بكل الخير والبركة والصحة والسعادة والستر اشوفكم في فيديو جديد كان معاكم مازن المصري من قناة مساء الأخبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة